موسيقى تعرفي أخت رشا كنت من فترة بتكلم مع أخت إيرانية من خلفية إسلامية وسألتها كيف اختبرتي المسيح كان عندها شغف أن تقرأ في الكتاب المقدس لكن اللي جذبها ليسوع المسيح الأماني والاستقامي والمصداقية أن الرب يسوع تكلم أنه ليس طريق مفروش في الورود تكلم عن إنكار الذات حمل الصليب وتكلم عن الإضطهاد بما فعله بيسوع المسيح هكذا رح يفعله بأتباع يسوع المسيح ولما شافت هذه المصداقية وطبعا هي مش جاهلة عم بتشوف اللي عم بصير حواليها فقالت إذا الكتاب يتكلم بهذا الوضوح معناته الشخص هذا الصادق ويحق أنه أتبع شخص صادق وأمين شوفي الرب يسوع تكلم عن الموضوع وتنبأ عن إضطهادات وبتسيمز على ما يبدو أنه في كل عصر رح يكون أشرس وأشد ووالآخر فموضوع الإضطهاد في الإنجيل المقدس ما هو موضوع غريب على أتباعه فالإضطهاد ابتدى منذ العصور القديمة منذ بداية الكنيسة منذ بداية طبعا إرسالية التلميذ إلى منتهين إلى الحادث البشعة الأخيرة اللي حدثت على يد الإرهابيين من قتل دم الأبرياء جماعة رحين يصلوا وبكل أمانة ويعبدوا الرب جماعة يعني ما لهنش لا بالسياسة ولا بالعنف ولا بأي شيء بيحبوا الرب بيحبوا كنستهم وبحبوا يقوموا في الأعمال اللي بيطالب فيها الكتاب المقدس وبعدين يد العابث وصلتهم وقتلت وسفكت دم أبرياء ليه؟ لأنه مسيحية مش لأنه أي شيء تاني ترجمة نانسي قنقر